بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان درس هذا اليوم معرفة أوطان الرواه وبلدانهم الأوطان هي جمع وطن وهو الإقليم أو الناحية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها والبلدان أيضا هي جمع بلد وهي المدينة أو القرية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها المراد بمعرفة أوطان الرواه وبلدانهم هو معرفة أقاليم الرواه ومدنهم التي ولدوا فيها أو أقاموا فيها من فوائد معرفة أوطان الرواه التمييز بين الإسمين المتفقين في اللفظ إذا كانا من بلدين مختلفين وهذا مما يحتاج إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم وفي مصنفاتهم السؤال السؤال الآن إلى أي شيء ينتسب كل من العرب والعجم كانت العرب قديما تنتسب إلى قبائلها لأن غالبيتهم كانوا بدوا رحل وكان ارتباطهم بالقبيلة أوثق من ارتباطهم بالأرض فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن البلدان والقرى انتسبوا إلى بلدانهم وقراهم أما العجم فإنهم ينتسبون إلى مدنهم وقراهم من القديم طيب كيف ينتسب من انتقل عن بلده إذا أراد الجمع بينهما في الانتساب فيبدأ بالبلد الأول ثم بالبلد الثاني الذي انتقل إليه ويحسن أن يدخل على الثاني حرف ثم فيقول مثلا من ولد في حلب وانتقل إلى المدينة المنورة فلان الحلبي ثم المدني لأنه كان في حلب أولا ثم انتقل إلى المدينة المنورة وعلى هذا عمل أكثر الناس وإذا لم يرد الجمع بينهما له أن ينتسب إلى أيهما شاء وهذا قليل أيضا كيف ينتسب من كان من قرية تابعة لبلدة له في ذلك عدة خيارات له أن ينتسب إلى القرية تلك وله وله أن ينتسب إلى البلدة التابعة لها تلك القرية أيضا له أن ينتسب إلى الناحية التي منها تلك البلدة فله فله أن ينتسب إلى المكان الصغير ثم المكان الأكبر منه ثم المكان الأكبر مثال على ذلك إذا كان شخص من قرية الباب وهذه القرية هي تابعة لمدينة حلب وحلب من بلد الشام فإذا أراد أن ينتسب فله أن يقول في انتسابه فلان البابي أو الحلبي أو الشامي لكن السؤال كم هي المدة التي إن أقامها الشخص في بلد نسب إليها يذكر في ذلك قول لعبد الله المبارك أنها أربع سنين من أشهر المصنفات في البلدان لا يوجد كتاب خاص فيها لكن يمكن أن نعد كتاب الأنساب للسمعان من مصنفات هذا النوع لأنه يذكر الانتساب إلى الأوطان وغيرها هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم